لكن للأسف يا العمامرة تبنيتم خطاب عدائي وهنا دائماً نكون منصفين مع الجميع تبنيتم خطاب عدائي شديد العداء في اتجاه المغرب لأنكم كنتم وما زلتم تستخدمونها في العمل الداخلي تريدون خلق أو الظهور بأن الجزائر في خطر وتحت التهديد وتحت كذا حتى قبل هذا الموضوع حتى قبل عودة التطبيع قبل حوالي سنة كان هذا هو الخطاب الموجود في اتجاه المغرب وهو لا يخدم للبلدين ولا الشعبين ولا الدولتين إنما هو خدمة للعصابات التي رأت أن خلق العدو الخارجي وتركيزه على المغرب ربما يوحد الجبهة الداخلية وهذا معروف ووصية ماكيافينلي قبل خمسمائة سنة لأميره إذا لم يكن لك عدو فاصنعه خاصة صناعة العدو الخارجي معروفة قمتم بصناعة عدو خارجي وتوجهت له الأنظار وهو المغرب أو وجهتم له الأنظار كما تعتقدون وصناعة عدو داخلي وهو الحراك وأفرسته من الحراك رشاد أما المغرب فهو أصلا ضد الحراك وضد الجزائر ولا يعترف بالجزائر ويعتبرها قوة احتلال إذا بحثتم عن عدو داخلي وعدو خارجي لمحاولة جمع جبهة داخلية لأنها ضدكم لمحاولة جمع الشعب لأنه ضدكم والشعب ما زال ضدكم ومقتنع تمام الاقتناع بأنه ضدكم حتى وإن استغبيتم أو استحمرتم بعض القلة اللي ما تفهمش أو ما فهمتش أن هذا النظام في الحقيقة ما عندوش مشكلة مع الكاية الإسرائيلي والدليل عنده امتصالات متعددة من يتابعني في هذا اللايب يعرف وأني قدمت عدة مرات وكان إخوان آخرين أيضا قدمنا فيديوات وقدمنا صور على وجود جنرالات الجزائر اللي هما قلب السلطة هما السلطة هما الحكم مع جنرالات إسرائيليين وفي قهقها وضحك ومستمر إذن استخدامكم لخطاب عدائي برر وسهل للنظام المغربي هذا التطبيع الذي يتجاوز حتى ما قام به ما قام به الأردن وما قام به إسرائيل وما قام به مصر من قبل يبرر لهم أنا لا أقول أن هذا جيد لكن هم استخدموا النظام المغربي أيضا يستخدموا أمام المغاربة في القول من أن هناك خطر قائم ويجيبوا تصريحاتكم وتهديداتكم ويوجههم للشعب المغربي ويقولوا أن هناك خطر قادم وبالتالي نحن نتعاون مع كل من نستطيع أن نستفيد منه في رد هذا العدو صحيح خطابهم إجمالاً ما فيش تهجم ولكن عملياً هذا ما يقال للمغاربة من أن النظام الجزائري يهددنا وبالتالي نحن نحن مضطرين مضطرنا أخاك لا بطل لهذه العلاقات ولأن النظام عندما يعرف أن علاقاتنا ذهبت بشكل واسع مع الكائن الإسرائيلي فهو يرتعش ويرتعد منها وإن كان في الحقيقة قال لي ربما الناس مرتهم في مواش إسرائيل لن تجد نظام أفضل من نظام القائم في الجزائر والقوة المستفيدة من هذا النظام لن تسعى أبداً إلى الإيطاحة به اللهم إلي ابتزازه نعم ولكن الإيطاحة به لا لأنه يعرفون أن البديل لهذا النظام هو نظام شعبي مدني يدافع عن مصالح الجزائر وبقوة وبالتالي في الحقيقة موضوع الكائن الإسرائيلي وعلاقات الكائن الإسرائيلي التي كما قلت يدينها كل مغارب حر كل جزائري ومغربي وتونسي وموريطاني حر كل إنسان تأخذ الغيرة على المحتلين في فلسطين إلا أن النظام الجزائري يستخدمها فقط من أجل خدمة أو بناء شعبية له وشرعية له فقدها مع الحرك الشعبي وأفقدها له الحرك الشعبي ترجمة نانسي قنقر